فيه لعيب رغم ان كان الموسم اللي فات هو مش موسم جايد الفرقة بشكل عام بس تحسوا ان هو كلاعب مش الموسم اللي فات بس الموسم مين اللي فاته عمل قام باك لنفسه عظيم جداً أحمد مدبولي نعم مدبولي لعيب كويس رجع بقى اللي هو أحمد مدبولي موهبة مش طبيعية يعني حتى الإسماعيلي كان الفرقة كلها تبقى مش في أفضل حال أحمد مدبولي يبقى جايد جداً مدبولي لو انت شفت إحسائياته هتلاقي من أكتر اللعيبة اللي عملت أسستات في الدوري أو صنعت فرص في الدوري بس الجو نفسه الفرقة إسماعيلي ما كانش مساعدية صحية يعني الفرقة مش ما تساعدش مش مش الفرقة الجو عموماً يعني الفرقة إسماعيلي فرقة كبيرة طبعاً وهاي حد يتمنى نلعب في الإسماعيلي بس الجو جو الفرقة نفسه ما كانش مساعد ما كانش مساعد نوة لما الدنيا بدأ فيها دوء شوية في الآخر فرقة حتى مشيت كويس كانت ممكن تبقى توصل أحسن من كده مع كابتن حمزة بس عشان الأجواء بس بدأوا غلط كما عادف قبل كده كابتن محمد عبد الجهيل قال لي أكتر اللعب الأهلي محتاجه ومدبولي عشان لعب عنده كرياتيفتي مدبولي مبتكر ولعيب كبير يعني كابتن خطيب نفسه تكلم عليه فترة من الفترات لما كان كابتن برا النادي قال لك اللعب ده كان أمام مدبولي في نصر التعديل بعدها الزمالك اشتراه يعني قال لك من اللعبة اللي مدبولي لعيب كبير يعني اللعبة اللي هي بتلعب بمزاك شوية سلطان شوية في اللعب جالوا عروض خارجية عنده عروض داخلية كتير بس الإسماعيلي مش حبي يعني مش اتكلمنا معهم كذا مرة مش عاردين يعني أنا جاب له عاردين أو ثلاث عروض من كذا نادي هم مش حبيين في مصر الله برا مصر لا في مصر مش حبيين يسيبو دلوقتي بس ممكن الفترة هو مبسوط أكيد ممكن الفترة جاء ممكن نتحرك هنشوف لسه بنشوف مع المهندس يا حيا الدنيا تمشي ازاي حسب العرض اللي هيجيله اه حسب العرض طبعا انا ممكن أقولك العرض اللي هتجيبوله بس مش هكه لا بخليها خليها في سرق مش هرقوله بس هنجد كمهيري برضو بس يعني مش حبارة خليها في سرق خليها في سرق